الممثلة السورية سلافة معمار بطلة مسلسل الخائن لا تحظى بدعم زوجها السابق سيف الدين سبيعي والذي يتجاهل التفاعل مع أي منشور خاص بمسلسل الخائن أو بأداء بطلته سلافة وكأنه غير معجب به ولا بتجربة سلافة الجديدة والتي أثارت جدلاً كبيراً علاقتهما جيدة جداً بعد الانفصال دائماً يدعمها لماذا الآن لا؟ سؤال نطرحه لأن سيف نشيط عبر مواقع التواصل وعندما اطلعنا على لائحة الإعجابات في حسابه وجدناه معجباً بعدة منشورات للصحافية اللبنانية غدي فرانسيس لا بل إعجاباته كلها عن ما تكتبه غدي أو ما تنشره من فيديوهات وصور ما يعني دعماً مطلقاً لها ما طبيعة علاقتهما ولماذا يدعم سيف غدي لا سلافة كما غدي هل سيف فعلاً غير راض عن أداء سلافة بمسلسل الخائن أو بعض المشاهد الجريئة التي قدمتها بالعمل والتي أغضبت جزءاً من المشاهدين لسيف وسلافة ابنة اسمها ذهب كلاهما يحبانها جداً ولا يتركانها مطلقاً أما علاقتهما فرائع بعد الانفصال الذي حدث بشكل راق وكلاهما من أنجح وأرقى الشخصيات الفنية في سوريا كوليس ما بعد المشهد ترجمة نانسي قنقر